يحتفل المسيحيون الكاتوليك وروم الأوثدوكس اليوم بعشية عيد ميلاد المجيدة فيما يحتفلون بالعيد صباح غد الاثنين في الكنائس وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة للمزيد معنا الآن أحمد الحسيني مرسل تلفزيون مصري من الكاتدرائية القضيس أنتونيوس بعد تحية أحمد صف لنا أجواء الاحتفالية ومراسم الاحتفال لديك الآن نعم فاطمة تحية لك والله والشعب المصري والإخوة الأقباط المسيحيون بألف خيرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد نحن هنا في كاتدرائية الكديس أنتونيوس الأقباط الكاتوليك في حي الظاهر التي تحتفل هنا بهذه المناسبة عيد الميلاد المجيد بدأ القدس هنا في هذه الكاتدرائية في تمام الساعة السادسة مساء ما يقرب من خمسين دقيقة وقام أو ترأس القدس أيضا الأب بوليس جرس راعي كنيسة الأقباط الكاتوليك بالظاهر وسط حضور كبير من الإخوة المسيحيين والأقباط وكانوا سعداء جدا بهذه المناسبة هناك أيضا مجموعة من التأمين التي تقوم بتأمين الكاتدرائية ومن قرأ الكنيسة من الخارج من قبل الأجهزة الأمنية فضلا عن وجود مجموعة كشفية تابعة هنا للكاتدرائية تعمل أيضا على تنظيم دخول الإخوة المسيحيين إلى داخل الكاتدرائية وتنظيم أيضا هذا الاحتفال الذي يستمر هذه الليلة ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر هذا بالطبع بالنسبة للأقباط الكاتوليك أما الأقباط الأرثوزوكس فمن المقرر أن يكون احتفالهم في السادس من يناير المقبل بإذن الله مرة أخرى كل عام وأنتم بخير ونتابع معكم هذا القداس من هنا من كاتدرائية الكديس أنتونيوس للأقباط الكاتوليك في حي الظاهر حيث ننقله لكم هذا الاحتفال وهذه المشاعر الطيبة على الهواء مباشرة وفرحة كبيرة من قبل جميع المصريين الذين يشاركون في هذه الاحتفالات أشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد الحسيني كنت معنا من داخل كاتدرائية الكديس أنتونيوس وكل عام وكل الأخوة المساحيين بألف خير